مازالنا في استراتيجيا نفتح الملف الروسي الأوكراني يبقى معي في السوري والوحيد دكتور سيد ونيم أهلا بك من جديد أهلا بك سهلا لاحظنا في تطور على صعيد تهداف طرادات روسية بانتظار تأكيد ذلك روسيا ماذا يقال في هذا الشأن؟ في ما تم ما زال القتال طبعا مستمر ما زال في تقدمات من الجانب الروسي كما ذكرت تكتيكية ما زال الجانبين يقصف بالقوات الجوية وبوسائل النيران المختلفة طبعا في تركيز روسي على الشمال تحديدا زمن قداما خركيف وجزئيا سومي يركز الجانب الأوكراني على الجنوب حسب الإعلان أن تم استهدافه فعلا وتدميره وهو يعني استكمال لاستهداف الأسطول الروسي ده بحق فيه نسبيا أو بشكل كبير حقيقة لأن خسائر كبيرة القوات البحرية الأوكرانية محيدة التي تستطيع أن تعمل حتى جزئيا الآن اللي هي الدرونز المسيارة البحرية غير المأهولة وتم استهداف جزء كبير منها بالطبع بوسطة القوات الروسية فإذن بقى استمرار لاستنظاف الأسطول البحري الروسي والذي أحدث به بالفعل خسائر كبير طب بس عملية استهدافات لهذا الأسطول كيف يمكن أن يؤثر على روسيا بخصوص عملياتها ولديها القدرة لتعمل مع ذلك؟ السيطرة البحرية ليس السيطرة من جانب أوكرانيا يفقد روسيا السيطرة الكاملة على البحر الأسود الفكرة في أساس محمد أنا دلوقتي كروسيا لما أنا استوليت على لو بنسميه بحر أزوف كده أنا أفلت أزوف تماما لأن أزوف يعتبر فيه مضيق بينه وكان المفروض جزء يخص القرم التي كانت تتبع أوكرانيا وجزء يخص روسيا بحر أزوف كان على الساحل الجزء يطل فاكر ماريوبول ماليتوبول كان مطلين على بحر أزوف تم عزل بحر أزوف تماما والاستلاء بواسط الاستلاء على الأراضي روسيا تتمنى تستولى على كافة الجزء المتبقى من زابروجيا وخرسون حتى أوديسة لو تم الاستلاء على هذا يتم عزل البحر الأسود يعني تعزل أوكرانيا عن البحر الأسود هنا ليس هناك قيمة كبيرة للقوات البحرية طب تلامة مازال ميكولايف وده السواوى حتى لو كانت بعيدة نسبيا عن البحر الأسود وأجزاء من خرسون موجودة مع الجانب الأوكراني يبقى البحر الأسود ده بد أن أحقق السيطرة عليه بحر أنا كروسيا بحريان وجويا أنا لما تم استهداف الأساطيل أني قمت معظمها في سفاستبول كما ترى حدثك الضرب والاستهداف المستمر من الجانب الأوكراني يبقى أنا كده بفقد بالتدريج مع الوقت أي فرصة ممكنة من السيطرة على البحر الأسود الذي يفدني عسكريا والذي يفدني تجاريا لا تنسى موضوع القمح عندما يسيطر عليه طيب هل هناك أي استعداد أوكراني بقوات معينة بخصوص خاركيف كويس فندم خاركيف في يعني اللي أنا متخيله أوكرانيا تفكر في الأيدي روسيا كل تركزها من جانبها هي على الصناعات العسكرية صناعات الدفاع وفي نفس الوقت تدمير قدرات صناعات الدفاع الأوكرانية روسيا لذلك حتى وزير الدفاع الجديد الذي ينتمي إلى خلفية اقتصادية الوضع الاقتصادي الروسي وحيز أصنع لأن العقوبات عاملة مشكلة بالنسبة لي طيب يبقى أنا كده مضطر أعمل ما هي خاركيف كما ذكرنا من قبل تعتبر نظريا حتى على الأقل هي العاصمة الصناعية لأوكرانيا أنها لو استوليت على أجزاء منها منها بأمن زي ما قلنا بلو جرود اللي هو المدينة المتاخمة الهامة بالنسبة لي أنا كروسيا والتي تستهدفة أوكرانيا في العمق بنشئ منطقة عزلة وفي نفس الوقت تماهد إذا استوليت على سومي شمالا نسبيا أن أنا أوصل للعمق الاستراتيجي وهو كيف أوكرانيا تفكر إزاي بقدر المستطاع دفعت قوات احتياط استراتيجي منها اللواء الروسي الحر ذلك اللي هي القوات الروسية الموالية الأوكرانية ووحدات أخرى أوكرانية لتشكل احتياط استراتيجي جاه ما هو الاحتياط والفرق بينه بين النسق الثاني النسق الثاني ليه مهمة محددة لا إلا الاحتياطي جاهز لتنفيذ أي مهمة فهو جاهز بالقرب من خاركيف لتعامل مع أي اختراق زائد أو ممكن ينطلق في التجاه سومي في التجاه الشمال الغرب تلك هي القوات الرأسية ولكن روسيا تطمع في جاسب أكبر قدر من القوات من الجنوب تجاه خاركيف لتخفيف الوطع الجنوب لأنه هو يريد أن يكمل حدوة الحصان مرة أخرى يعني يسيطر من الشمال من خاركيف وسومي إذا استطاع ومن الجنوب يكمل ما خسره من خرسون وزبره جاه حاول استعاده شكرا لك على هذه التفصيلات جعل زيلنسكي هدفا عسكريا فاصل ونواصل